بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نبدأ بأول وصفة بهذا الفيديو نأخذ المبشرة الناعمة ونقوم ببشر الطماطم في المبشرة ونترك البذور لها فوائد كثيرة عند عمل هذه الوصفات وخاصة المقشر قلت نبشر في المبشرة الناعمة أو يمكن مباشرة وضعها في الخلاط الكهربائي بالنسبة للقشور لا نرميها كذلك لها فوائد كثيرة للبشرة نقوم بتمريرها على بشرة الوجه والرقبة وحتى اليدين نتركها إلى أنتجف وبعدها نقوم بشطفها والنتيجة فورية لنظارة البشرة بعدها نقوم بتصفية العصير نصفي العصير بمصفات أو بواسطة الشاشة بهذا الشكل نصفي جيدا عصير الطماطم المتبقي من الطماطم نضيفه إلى ملعقة كبيرة من السكر الأسمر أو البني يمكن استعمال السكر الأبيض أو مبشور جوز الهند لعمل أروع مقشر للبشرة مفيد للقضاء على الرؤوس السوداء بهذا الشكل ونتحصل على مقشر الطماطم أولاً أولاً نقوم بعمل حمام بخار للبشرة إذا لم طبعاً لن تقوم بعمل حمام بخار للبشرة لمرة في الأسبوع يمكن عمله حتى يتم تفتيح المسام المسامات وبعدها نقوم بعمل أو وضع قطرات فقط من زيت الزيتون على البشرة إذا كانت من النوع الجاف إذا كانت بشرتك من النوع الدهني ضعي عليها قطرات من عصير الليمون طبعاً إذا كانت دهنية وغير حساسة ونقوم بدهن البشرة به وبعدها نقوم بتوزيع المقشر على البشرة جيداً ونقوم بفرك عفو البشرة بطريقة دائرية وبرفق بطريقة استخدامك للمقشر لفترة خمس دقائق وبعدها يمكننا ترك هذا المقشر لخمس دقائق أخرى وبعدها نقوم بشطفه بالماء الفاتر هذا المقشر نقوم بعمله لمرة واحدة فقط في الأسبوع فهو مفيد لبشرتك بصورة مدهشة وتلاحظين اختفاء الرؤوس السوداء ومن أول استعمال إذا طبقت ما قلته الآن بهذه الوصفة ننتقل لعمل الوصفة الثانية التي نطبقها بعد هذا المقشر وهي عبارة عن نأخذ نشة الذرة نشة الذرة أو الكورن فلاور المايزينة يمكن استبدال نشة الذرة هنا بنشة الأرز أو نشة البطاطا أو الدقيق الأبيض دقيق المخبوزات أو بودرة الشوفان كذلك بودرة الشوفان رائعة جدا في هذه الوصفة وهي مجربة أو يمكن استعمال دقيق الردة نقوم بتحن الردة ناعمة واستخدامها في هذه الوصفة نأخذ اثنين ملاعق صغيرة من النشة ونضيف عليها ملعقة طعام كبيرة من عصير الطماطم ثم نضيف عليها كذلك ملعقة صغيرة من الزبادي الطبيعي اليوغورت زبادي طبيعي بديل الزبادي هنا يمكن استعمال الحليب البودرة أو الحليب السائل ونخلط المكونات جيدا مع بعضها البعض طبعا قمنا بحمام البخار ثم المقشر وبعدها نقوم بتوزيع هذا الماسك على كامل بشرة الوجه دائما لا ننسى الرقبة ومنطقة حول العيون كذلك يمكن استعمال هذه الوصفة يمكننا إضافة كبسولة فيتامين ها أي فيتامين اي أو كبسولة الأوميغا ثري أو ربع ملعقة زيت الفيتامين ها ونتركه لمدة نصف ساعة وبعدها نقوم بشطفه بالماء الفاتر ثم البارد لغلق المسامات والترطيب ضروري يجب علينا أن نقوم بترطيب البشرة بواسطة زيت مناسب أو كريمك المرطب نستخدم هذه الوصفة بشكل يومي إذا كانت البشرة عادية وإذا كانت البشرة حساسة نستخدمه لمرتين في الأسبوع بالنسبة لباقي أنواع البشرة يمكن استعماله يوم بعد يوم هذه هي الطرق وهي آمنة للحوامل والمرضعات وكذلك البنات الصغار من عمر عشر سنوات فما فوق يمكن استعمال هذه الوصفة لهم وبكل أمان ننتقل لعمل الوصفة الثالثة وكذلك هي فعالة يمكن الاختيار ما بين هذه الوصفة وصفة النشا أو هذه الوصفة التي سأقدمها نأخذ هنا ملعقة طعام كبيرة من الزبادي نضيف عليها ملعقة صغيرة من الترمس المر المطحون ترمس مر معروف الترمس المر موجود عند العطار بديل الترمس المر هنا هو الحمص يمكن استبداله بالحمص ثم نقوم بعصر حوالي ملعقة صغيرة من عصير الليمون إذا كانت البشرة دهنية أو عادية وغير حساسة يمكن الاستغناء عن عصير الليمون في هذه الوصفة ونقوم بمزج المكونات جيدا مع بعضها البعض قلت ترمس مر زبادي طبيعي وكذلك عصير الليمون ثم نضيف ملعقة صغيرة من عصير الطماطم ونخلط المكونات جيدا نتركها لترتاح لمدة خمس دقائق ونستخدمها مثل طريقة النشا بالنسبة لصلاحية المقشر نستخدمه فقط لمرة واحدة فقط لمرة واحدة وبالنسبة لوصفة النشا ثلاث أيام فقط ونعيد تجديد الوصفة وكذلك وصفة الزبادي مع الترمس ثلاث أيام فقط ثم نقوم بتجديد الوصفة كل هذه الوصفات هي آمنة للحوامل والمرضعات وبالنسبة للبنات من عمر عشر سنوات فما فوق يمكن استخدامها وبكل أمان يجب اتباه بعض النصائح لنتحصل على بشرة جميلة ونظرة علينا أن نتناول أو نشرب المياه بكثر خلال اليوم لأنها تزيد من ترطيب بشرتنا وتمنع جفافها لأن الجفاف يسبب تلف للبشرة كذلك أن نتناول الخضروات والفواكه فالتغذية الصحية تساعدنا على إعطاء بشرة حيوية ونذرة وذلك لأن البشرة تحتاج لعناصر كثيرة لأنها تتغذى عليها طبعا أن نهتم بالوجبة ونتناول الغذاء الصحي يجب أن يكون غذاؤنا صحيا وطبعا من أهم المأكولات المفيدة لصحة البشرة لدينا الفواكه الغنية بالفيتامين سي وكذلك السمك وأنصح ببذول الكتان والأفوكادو كذلك يجب علينا النوم الكافي فهو يفيد البشرة بصورة جيدة لأن النوم يساعد على تجديد البشرة ويظهر لنا جمالها وكذلك العناية بالبشرة بمنتجات العناية والمسكات الطبيعية وعدم استخدام مواد كيميائية لأنها تضر لنا بشرتنا بالأخير لا تنسوا مشاركة هذا الفيديو مع باقي الأصدقاء كي تعم الفائدة أترككم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة من الله وبركاته